إلى موضوع آخر وتحمل ساحة الأمير عبدالقادر بالعاصمة رمزية خاصة لدى زوارها لكنها تخبأ أسرار تاريخية التي نتعرف على تفاصيلها مع رحمة حملات نحن بأحد أعرق لحائب العاصمة حيث يتواجد تمثال الأمير عبدالقادر الكل يعلم أنه رمز تاريخي لكن سبب وجوده في هذا المكان دون سواه حكاية لا يعرفها معظم الذين يمرون بجانبه أنا في بلسات هذه بكري مكشف شدوكا كانت هذه بلسات بكشف سيارتي جوزوفيا كشف البولفار أجيت مع أصحابتي اللي هنا باش ندودي سوفيونيغ هنا بسكالي بنا بلي هذا المعلم تاريخي والناس معنا كامل بلي الناس كامل يجو يتصوروا اللي هنا لغة يحبين أن بروفيتي والأوكازيون ماشي هذه هي الأول ستاتيو لأن أول ستاتيو كالأمير عبدالقادر ونشفلها ونصغير يعني مقابل وعنده العود تعرف تزوج رجليه وهو ما يلعلى يصرت تعوه ويخسر كليرا ويخسر اللي هنا المي كبار هذه الساحة وعلى أبرز الحقبات التي مرت بها الجزائر كانت شاهدة على ملحم وبطولات الجزائريين ضد أساطيل الغزاة إلى أن تزين المكان بتمثال أبرز شخصية أعطت للساحة بعضا تاريخيا وعالمي الإستعمار الفرنسي بعد ما دار لستاتيو لدوك ديجلي في 30 سبتمبر 1956 ظهرت هذه في تقوم ببومبة اللي هنا كنتخدات الصادة عالمي في 87 يعودوا لستاتيو اللي هادي اللي راهيضوا قال يرانا نشوفوا الأمير عبدالقادر بالسيف أما الانسين ستاتيو تتحول للمدينة اللي وينتعار عرفيها وينزاد هي المعسكر وما زال إلى حاليا الأمير عبدالقادر بعض الأماكن منحت لساكنيها فرصة الافتخار بوجودهم بين أسوارها وبعض الأشخاص هم من أعطوا للمكان شلف حمل أسمائهم وكان الأمير عبدالقادر واحدا منهم